اشتركوا في القناة 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 القاعدة الصغرى عددها 3 وحدات اشتركوا في القناة 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 الجزء الاول هنا في عندي خط بيوازي محور السينات يبقى معادلة الخط مدام بيوازي محور السينات اللي هو بيوازي نون اساسا بواضح دم ثابت ومعادلته على طول اللي هو قاف بتسوي اربعة بدلا الاول صاعت بتسوي اربعة لان اي قيمة هنا صوت باربعة اما ي ernst بصفر تطلع باربعة اما ينون بصفر تطلع باربعة بbones لا ينون بواحد تطلع بربعة اما يfurد نون باتنين تطلع باربعة وأول مشقدة بتساوي هنا اربعة اللي هو دي معادلة مستقيم ثابت يوازي محور النون اهم حاجة المستقيم الثاني المائل ده. طب ممكن اجيب معادلته. اه ممكن اجيب معادلة. انا هتفترض ان النقطة دي اسمها الف. والنقطة دي اسمها بيه. طب احداثي الف يا مستر. يبقى ممشي كده. اربع هنا. تلاتة وحدات. وبطلع فوق اربعة. يبقى احداثي الف. عبارة عن اربعة وثلاثة. تاني. كده عشان احدد النقطة دي. لو عملت خط كده عشان واحد يقول لي ازاي. طبعا هو ما ابتبقى في الامتحان مرسومة على ورقة مربعات. انا انا سمتها كده ايه? على الورقة العين. يبقى واضح مشيت. تلاتة وحدات. وطلعت فوق اربع يبقى احداثي الف. عايز اجيب احداثي به. خمسة وصفر. انها بتنتمي للمحور نون يبقى هنا وبه. بتساوي خمسة وصفر. كويس. نيجي نبص مع بعض تعايزين متجه البيه. في المتجه البيه اللي هو بيساوي المتجه البيه نقص المتجه البيه. ؛ المتجه يبقى خمسة wasp左x نقص اربعة وثلاثة. يعني بتطلع ايه واحد وسلب ثلاثة. ايت؛ متجه البيه بيساوي اللي هي واحد وثلاثة. يبقى هنا جيبنا الكلام بتاعنا ده. ايه بقى ايه نبدا نشوف بعد كده ميل المتجع 0PGCE sans 60 يقول إنها تشكل الوضع هذا الوضع الميل جبته يبقى هنا صاد اللي هي تعتبر قف بالنسبة لي والهنا السين اللي هي تعتبر نون والمين بيكان ب3 على 1 يعني 3 نون زائد النقطة 0 و 5 بتحقق المعادلة هنحط النقطة 0 و 5 5 و 0 بتحقق المعادلة يبقى هنشيل السين نحط بدلها النون هنحط بدلها 5 والقف هنحط بدلها 0 يبقى اذا هنا حطينا 5 و 0 يتحقق المعادلة يبقى حطينا اللي هنا النون ب5 والقف ب0 يبقى 0 بتساوي 15 زائد يبقى اذا جيم بتساوي سالب 15 طب نقدر نكتب دلوقتي هنا جبنا جيم يبقى واضح ان هنا اقدر اكتب المعادلة التانية قف 2 بتساوي طبعا انا قلت بتساوي 3 نون وبعدين ناقص 15 دلوقتي هنا هستقدم التكامل بتاعي يبقى هنا واضح الدفع بيساوي التكامل من اول تكامل من كم يا مستر من 0 لتلاتة من 0 لتلاتة من 0 لتلاتة من 0 لتلاتة بجيب هنا التكامل بتاعي القف واحد دا النون زائد التكامل التاني من هنا 3 لخمسة اللي هي قف 2 نون دا النون بقدر اكمل التكامل دا طيب باخد فاصل قصير ونرجع نستكمل بعض الفاصل حل السؤال بتاعنا عشان هو سهل مهتاج مننا شوية خطوات ماشي احزائي الطلبة اهلا بكم مرة اخرى في بناميككم مدرسة على الهوى دلوقتي بنستكمل مع بعض السؤال اللي كنا سبناه قبل الفاصل السؤال كان بيقول الاتي في الشكل المقابل اذا كان الشكل يمثل من حنى القوة والزمن فوجد دفع القوة في قاف خلال الفترة الزمنية من 0 ل5 بواحدة النيوتن في الثانية فوضح انها يدينا الرسمة بتاعي دا علاقة من القوة والزمن فانا دلوقتي عايز اجيبها فجبت هنا عشان اجيب الدفع الدفع بديني مساحة شبه المنحرف دا جبنا مساحة شبه المنحرف دي وخلصنا منها واحد قالني عايزين نحل المسألة دي باستخدام التكاول فقسمت المسألة الى جزئين الجزء الاولاني فيه جزء هنا واضح ان هنا المستقيم دا بيوازي محور نون يبقى واضح هنا معادلته معادلة هنا مستقيم ثابت بيوازي محور زي قولنا السينات يبقى معادلته اللي هو تعتبر قاب بتسوي اربعة اللي سميناها قف واحد خلاص دا سميناها قف واحد لكن فيه مستقيم تاني بيميل فانا عندي احداثي ألف جبتها واضح انها تلاتة واربعة احداثي به كانت خمسة وصفر جبت ميل المتجه ألف به جبت ميل المتجه ألف به طلع ميل المتجه ألف به اللي هو طبعا اربعة وثلاثة كده يبقى صاد نقصين يبقى خمسة نقصة أربعة بتديني واحد وسالب ثلاثة اللي هو عندي سالب ثلاثة بعد كده أنا جبت معادلة المستقيم المعادلة المستقيم اللي هي صاد بساوي ميم سين زائد جيم لكن أنا قلت صاد بتحل مكانها قف والتانية بتحل مكانها اللي هو السين مكانها النون يبقى أصبحت قف بالساوي سالب ثلاثة نون زائد جيم حطينا هنا اللي هو المعادلة بتاعتي خدت أي نقطة بتحقق المعادلة ياخد النقطة خمسة وصفر ياربعة وثلاثة اما اخدنا النقطة خمسة وصفر عوضنا في المعادلة بتاعتي حطيت القف بسفر وحطيت اللي هنا النون بخمسة يبقى دي سالب خمستاشر يبقى أصبحت الجيم بخمستاشر معادلة المستقيم الثاني قف بتساوي هنا سالب ثلاثة نون زائد خمستاشر هنبدأ بقى نجيب الدفع الدفع في الفترة الأولى التكامل من من سفر لثلاثة تمام؟ يبقى هنا بيساوي اللي كانت من سفر لثلاثة ودي معادلة مستقيم كان بيوازي المحمر نون ومعادلته كانت أربعة يبقى أربعة ده النون تكامل الثاني من ثلاثة لخمسة لسالب ثلاثة نون زائد خمستاشر بالنسبة لده النون نمشي مع بعض دي هتبقى هنا دال بتساوي أربعة نون من سفر لثلاثة زائد هنا هكامل دي هتقول لي سالب ثلاثة نون على اتنين زائد خمستاشر نون من ثلاثة إلى خمسة هنا واضح ان الدال هتديني ثلاثة فاربعة دالة ثلاثة ناقص دالة الصفر دالة الثلاثة باثناشر يقبى اتناشر ناقص صفر اللي هي بتديني اتناشر زائد هنجيب دالة الخمسة ناقص دالة الثلاثة هتقبى زائد دالة الخمسة خلي بالك معايا اللي هي دي خمسة طبعا خمسة وعشرين في ثلاثة دي سالب خمسة وسبعين اللي هي السالب خمسة وسبعين على اتنين وبعدين زائد خمسة وسبعين ناقص دلت التلاتة تسعة في تلاتة بسبعة وعشرين يبقى سالب سبعة وعشرين على اتنين ناقص هنا في تلاتة يبقى في خمستاشر دي اتن اتناشر ما ليش دعوة بيها الدفع بيساوي اتناشر نيجي للجزء ده زائد خلي بالك هنا أنا ممكن أخذ دول مع بعض سبعة من خمستاشر هنا تمانية هدي دي بالسالب ودي بالموجة بيبقى هنا في سالبه سبعة من خمستاشر تمانية اتنين من ستة اربعة يبقى على اتنين وبعدين زائد خمسة وسبعين وبعدين هنا زائد خمستاشر اللي هي عندي وده اللي زائد خمستاشر وهنا خمسة وسبعين ناقص خمستاشر بيكام يا مستر خمسة وسبعين ناقص خمستاشر بتديني هنا اللي هي ستين هنا بتديني اربعة وعشرين اربعة وعشرين يبقى هنا سالب اربعة وعشرين يبا هنا طبعا دي الدافع بيساوي اتناشر وبعدين هنا طبعا اللي هي عندي اللي هي بتديني هنا اربعة يبا واضح الناتج ده بيطلع ايه ستاشر ودي تكامل برضو بنفس القاعدة اللي فاتت نشوف سؤال تاني ونشوفه هنحله ازاي جسيمة حرك في خط المستقيم يبدأ حركاته من نقطة سابتة على الخط المستقيم بحيث كان القياس الجابري لعجلاته جيم يعطى بدلالة القياس الجابري لموضوع سين بالعلاقة دي خلي بالك جيم علاقة في سين انا عندي جيم بتساوي ستة سين زائد سبعة جسم يتحرك في خط المستقيم يبدأ حركاته من نقطة سابتة بدأ من نقطة سابتة على الخط المستقيم بحيث كان القياس الجابري لعجلاته جيم يعطى بدلالة القياس الجابري لسين لموضوع سين بالعلاقة جيم بتساوي ستة سين زائد سبعة علما بان سرعة الجسيم الابتدائية اربعة متر عالثانية وعندي عين سفر بتساوي اربعة متر عالثانية اوجد عين تربيع بدلالة سين طلب مني عين تربيع بدلالة سين خلي بالك حتة مهمة جدا الجيم دل في الازاحة انا عارف قبل كده انا قدت بقول ان عين بتساوي دلسين على دلنون وعرفت ان الجيم بتساوي دلعين على دلنون لو كاملت هنا بالنسبة لدلنون هكامل هنا بالنسبة لدلنون طبعا هنا تكامل عين دلعين بتساوي تكامل جيم دلسين دي هنا بدأ تاني وكان القياس الجابري لعجلاته جيم يعطى بدلالة القياس الجابري للموضوع سين بالعلاقة كذا علما ان سرعة الجسيم الابتدائية اربعة متر عالثانية يعني بدأ من اربعة الى عين وهنا بدأ من سفر لسين طيب نبدأ هنا ننشيل الجيم ونحط قمية تقيمة الجيمة هاي يبا واضح انها التكامل من سفر لسين دي ستة سين زائد سبعة بالنسبة لدلسين بسألة مهمة يبا واضح حكامل بضيف للقص واحد واقس مع القص الجديد بقى دي نص عين تربيع من اربعة لعين بتساوي هكامل دي بضيف للقص واحد واقس من القص جديد يبا ستة سين تربيع على اتنين زائد سبعة سين كل ده من سفر لسين واضح من هنا نص عين تربيع نص عين تربيع بجيب دلت العين ناقص دلت الاربعة ناقص دلت الاربعة هنا ستتاشر على اتنين بتمانية بتساوي دلت دي اللي هتقبى ستة سين تربيع على اتنين اللي هي ممكن اكتبها تلاتة سين تربيع زائد سبعة سين هضرب طرفي المعادلة في اتنين اما اضرب طرفي المعادلة في اتنين يبقى عين تربيع بتساوي ستة سين تربيع زائد اربعتاشر سين وبعدين بضرب اتنين بستاشر هتروح هنا ايه بزائد ستاشر يبقى انا جبت عين بدلالة سين نبص مع بعض كده علما بان سرعة الجسيم اللي ابتدائي اربعة متر على الثانية اوجد عين تربيع بدلال السين انا جبت عين تربيع بدلال السين وعايزين سينة عندما عين بتساوي ستة متر على الثانية يبقى خلاص كده عايزين قيمة سينة عندما عين بتساوي ستة متر على الثانية عندما عين بتساوي ستة متر على الثانية هربع الستة بستة وتلاتين بتساوي ستة سين تربية زائد اربعتاشر سين زائد ستاشر هوادي ستة وتلاتين في الطرف التاني بإشارة سنسالبة يبقى ستة سين تربية زائد اربعتاشر سين ناقص عشرين بتساوي سفر هاخد المعادلة دي وحللها وهو طالب قيمة سين فالمعادلة كانت عندي ستة سين تربية زائد اربعتاشر سين ناقص عشرين بتسوي 0 هنقسم على 2 يقبى 3 سين تربيع زائد 7 سين ناقص 10 بتسوي 0 عددين حصل ضربهم 30 والفرق بينهم 10 10 في 3 بتلاتين والفرق بينهم 7 يعني باجي حلل دي هتقبى 3 سين هنا سين هنا 10 هنا 1 نجرب مع بعض ادي 3 سين في سين بتسوي 0 الشرط الاكبر هي شرط الاوسط يقبى دي موجب ودي سالب ودي بيسوي 0 اقبى 3 سين في سين بتلاتة سين تربيع ادي 10 سين نقص 3 سين بسبعة سين وسالب 10 يبقى اذا هنا سين 3 سين زائد 10 بتسوي 0 يبقى اذا سين بتسوي سالب 10 عدد 3 او سين بتسوي 1 يبقى جبنا سين بعد معرفنا قيمة العين نقرأ السؤال تاني هل في حاجة مقصة ولا لا نتملها يبقى طلب مني في السؤال ده اجيب عين تربيع بدلال السين تاني حاجة جبت سين عندما عين بتسوي ستة وطلعت لها قمتين لانه واضح من نقطة الاصل ممكن يتحرك ايه من نقطة الاصل او شمال نقطة الاصل ايه بالنسبة نشوفت هنا مسألة تانية مسألة بيقول لي جسم كتلته 4 كيلو جرام موضوع على مستوى ماء الاملس يميلة الافك بزاوية قياسوها 30 درجة اثرت علي قوة مقداروها 29 و 16 نيوتن في اتجاه المستوى الاعلى هرسم مسألتي عشان امشي خطوة خطوة معاها هادي كده رسمت المسألة فحطيت الجسم اللي هو عندي الجسم كتلته 4 كيلو جرام يبقى وزنه 4 درجة بالكيلو جرام يبقى 4 درجة طيب هنا دلوقتي الجسم كتلته 4 كيلو جرام موضوع على مستوى ماء الاملس يميلة الافك بزاوية قياسوها 30 زاوية ماء المستوى 30 درجة كويس اثرت عليه قوة مقدارها 29 و 6 من 10 نيوتن في اتجاه المستوى الاعلى يبقى في قوة كده بتأثر الاعلى في قاف وهنا في مركبة الوزن اللي هي كاف دال جاء اوجد مقدار سرعة الجسم بعد سبع ثواني من بداية الحركة ماشي نقف عند الحتة دلوقتي بدرس الحركة اللي هو بتاعة الجسم محصلة الكوة المؤثرة على الجسم بتتناسب مع معدل التغير في كمية الحركة المستوى املس مافيش مقاومة يبقى واضح ان هنا ان قاف نقص كاف دال جاهه بتسوي كاف في جيم طيب القاف بكام يا مستر القاف بالنيوتن خلي بالك 29 و 6 من 10 باجيك تحت قاف بكتب 29 و 6 من 10 نيوتن نقص الكتلة كانت 4 كيلو جرام دال بـ 9 و 8 من 10 جاء 30 بنص كل ده بيسوي كاف جيم يبقى 4 في جيم يبقى هنا ممكن اجيب العجلة واضح من هنا كله يبقى الاسم على 4 طبعا هنا على 4 خلاص على 4 راحت على 4 7 في 4 بـ 28 يتفضل 1 يبقى 16 على 4 فيها على 4 يبقى 7 و 4 من 10 ناقص هنا 4 و 9 من 10 كل ده بيسوي جيم يبقى ممكن اجيب جيم بتسوي 9 من 14 خمسة وهنا 4 من 6 2 2 و 15 من 10 متر على السانية تربية جبت انا العجلة نيجي نكمل مع بعض بيقول لي ايه اوجد مقدار سرعة الجسم بعد السواع ثواني من بداية الحركة عايزين سرعة الجسم طيب هنا عندي بدأ من الجسم من سكون يبقى عندي عن سفر بتسوي سفر وعندي العجلة جيم بتسوي 2 ونص متر على الثانية تربية وعندي نون بتسوي السبع ثواني وعايزة جيب السرعة هل في علاقة بتجمع بين السرعة والزمن اه واضح ان السرعة عين بتسوي عن سفر زائد جيم نون هنا دي بسفر يبقى عين بتسوي هنا جيم باتنين ونص يعني خمسة على اتنين في سبع يبقى خمسة وتلاتين على اتنين بسبعتاشر ونص متر كل ثاني جبت انا السرعة اللي هو بيتحرك بها الجسم نكمل مع بعض اوجد مقدار سرعة الجسم بعد سبع ثواني من بداية الحركة واذا ابطل تأثير القوة في نهاية هذه المدة هذه الفترة الزوانية فاوجد المسافة التي يتحركها الجسم على المستوى بعد ذلك قبل ان يعكس التجاهرة اذا ايه ابطل تأثير القوة بص كانت المقعد بتاعت كانت قاف ناقص كاف دا الجاه بتسوي كاف جيم خلي بالك لغي تقاف يبقى هغير جيم تبقى جيم شرط يبقى اصبحت كاف دا الجاه بتسوي كاف ممكن اشيل كاف مع الكاف يبقى جيم شرط بتاعتي بتسوي سالب تسعة وتمانية من عشرة فيه جاسيت جاسيت بتلاتين يبقى متر على الثانية تربية يبقى جبت العجلة اللي بتحرك بها الجسم بتحرك بتخصير وعندي السرعة الابتدائية نكمل ونشوف بيقول ايه واذا قبت لتأثير القوة في نهاية هذه في هذه الفترة الزمنية فوجد المسافة اللي يتحرك الجسم على المستوى بعد ذلك كان قبل ان يعكس اتجاه حرك طب ايه البيانات اللي عندي عندي عين السرعة اللي اكتسبها في نهاية الفترة الاولى تعتبر سرعة ابتدائية للفترة التانية بعين سفر عندي عن سفر بتساوي 17.5 متر على الثانية وبعدين عندي هنا العجلة الجيم شرطة بتساوي سالب 4.9 من 10 متر على الثانية تربيع وإيه اللي طلبوا مني الطلب هنا اوجد المسافة طب في علاقة بتجمع بين السرعة عن تربيع عن تربيع بتساوي عن سفر تربيع زائد 2 كيم في هيسكن يبقى صفر السرعة البداية 17.5 17.5 في 17.5 مربحة هنا زائد 2 في 4.9 من 10 بالسالب يبقى سالب 4.9 من 10 في في من هنا ممكن اجيب في نجرب مع بعض كده اودي دي في الطرف التاني بتروح بإشارة مجابة يبقى فيه بتساوي هنا 175 في 175 على 100 اهو وبعدين تحت في 2 في 49 فوق في 10 اولا 0 مع الصفر على الخمسة هنا في ها طيب دي على 7 في 7 على 7 في ها الاتنين في 7 ب 14 و 35 على 7 في 5 و دي معدية برضو فيها 25 خلاص يبقى انا عندي هنا 25 في 25 ب 625 على 2 يبقى 625 على 2 على 20 على الاتنين فيها العشرة على الاتنين فيها التلاتة فيها الواحد فيها الاتنين ونص يبقى واضح كده اللي هي بتساوي 31 و 25 من 100 متر وطلب مني طلب مني المسافة وزا ابطل لتأثير القوة في نهاية هذه الفترة الزمنية فأوجد المسافة التي في حرك الجسم على المستوى جبنا المسافة اللي هي عندي 31 و 25 من 100 نشوف سؤال ثاني ونشوف همحله زي المسؤال الثاني بيقول مستوى ماء الخشن المراضي طوله 250 سنتيمتر وارتفاعه 150 سنتيمتر برضو برسم هون طوله 150 سنتيمتر بل مسافة دي كلها 150 وارتفاعه 150 وضع وضع جسم مستوى مائل خشن خشن طوله 250 وارتفاع 150 وضع عليه جسم في حالة سكون فانزلق الجسم الى اسفل المستوى وكانت عجلة الحركة بتاعته تساوي 196 سنتيمتر على الثانية تربية انزلق بحطيت فوق جدا يا جسم العجلة اللي بيحرق بها ويجي بتساوي 196 سنتيمتر على الثانية تربية وهنا فيه وراء اللي هي 100 وضع الجسم في حالة سكون فانزلق الجسم الى اسفل المستوى وكانت عجلة حركتهم 196 سنتيمتر على الثانية تربية اوجد معامل احتكاك الحركي بس نجيب الاول معامل لاحتكاك الحركي طبعا وضع الجسم ينزلق يبقى نازل تحت تأثير مراكبة الوزن اللي هي كاف دال جا وهنا فيه تحت وراء اللي هي ميم ري طبعا زي ما اتفقنا زمان ان الجسم وزنه بيقصر رأسيا الى اسفل كده فانا بحل واضح ان الجسم اللي هو ما عرفوش اللي هو سميته كاف دال وبعدين هنا بحل المركبة الوزن الى مركبتين واحدة في اتجاه المستوى واحدة في اتجاه عمودي على المستوى اهو في اتجاه عمودي على المستوى فهنا ده اللي هو بكاف دال جا وهنا فيه رد الفعل طبعا هنا محصلة القوة المؤسرة على الجسم بتتناسب مع معدل التغير في كمية الحركة محصلة القوة اللي هي كاف دال جا ناقص ميم ري بتسوي كاف جين طبعا عندي ري يبا كاف دال جاه ناقص ميم في ري اللي هي كاف دال جته بتسوي كاف في جين واحد يقول لي كله يبقى الاسم على كاف شلنا الكاف شلنا الكاف شلنا الكاف اولا هنا مديني طول المستوى مئتين وخمسين وارتفاعه مية وخمسين يبقى ممكن اطلع جا سيتا جا سيتا بالنسبالي بتسوي مية وخمسين على ميتين وخمسين على الخمسين فيها الثلاثة على الخمسين فيها الخمسة ثلاثة على خمسة ايبقى جا سيتا بتاء بأربع على خمسة هنيجي هنا مكان الجا سيتا طبعا دال هنا بالسنتمتر يبقى دال بتسعمية وتمانين في جا سيتا اللي هي تلاثة على خمسة ناقص ميم اللي ما عرفهاش في ده التسعمية وتمانين جتا سيتا بكام يا مستر جتا سيتا باربع على خمسة كل ده بيسوي جيم اللي هي مية ستة وتسعين كل دول بيقبلوا الاسم على تمانية وتسعين على تمانية وتسعين فيها العشرة على تمانية وتسعين فيها العشرة على تمانية وتسعين فيها الاتنين كويس لان هنا اتنين في تمانية وتسعين بمية ستة وتسعين العشرة مع الخمسة في الاتنين بقى دي ستة العشرة بقت ناقص 8 ميم كل ده بيساوي 2 تاني الخمسة مع العشرة فيها الاتنين 2 في 3 ب6 وبعد كده عندي الخمسة مع العشرة في 2 يبقى بقى سالب 8 ميم هوادي هنا الميم في الطرف ده والاتنين تخش جوة يبقى 8 ميم بتساوي 6 نقص 2 4 يبقى اذا ميم بتساوي نص وده معامل الاحتكاك الحرف نقرأ الحتة دي تاني ونشوف الكلام اللي عملنا ده يبقى المستوى ماء الخشن طوله 250 وارتفاعه 150 وده عليه الجسم في حالة سكون فانصال لك الجسم الاسفل وكانت عجلة الحركة بتساوي 196 سنتيمتر على السنة التربيع اوجد معامل الاحتكاك الحركي اللي جبناها ثم اوجد سرعة الجسم بعد ان يقطع 200 سنتيمتر على المستوى عايزين نجيب سرعة الجسم بعد ما يقطع 200 سنتيمتر يعني مديني هنا العجلة جيم بتساوي 196 سنتيمتر على السنة التربيع وعندي المسافة 200 سنتيمتر وعندي سرعة الابتدائية عن 0 بتساوي 0 وعايزين نجيبه هنا بعد ما يقطع المسافة دي طب فيها قانون هنا عايزين ايه طلب مني ايه هنا بيقول لي اوجد سرعة الجسم بعد ان يقطع 200 سنتيمتر السرعة طيب هل في قانون بيجبع من السرعة والمسافة اه انا عندي عن تربيع بتساوي عن 0 تربيع زائد 2 جيم فيه تمام هنا السرعة اللي هو هو طلب مني سرعة الجسم يعني هنا وبدأ من السكون يبقى دي بصفر يعني عن تربيع بتساوي 2 جيم بكام ب196 فيه بكام فيه بمتين كويس طيب هنا دلوقتي هبص مع بعض كده ادي 196 عن تربيع بساوي 196 فيه 400 ربعمية هجيب الجزر التربيع للطرفين الجزر التربيع ال196 14 الجزر التربيع ال420 يبقى اذا عين هتساوي 280 سنتيمتر كل ثانية لان العجلة بالسنتيمتر على الثانية تربيع يبقى جبنا ايه السرعة يبقى اوجد سرعة الجزر مبعد عن يقطع 200 سنتيمتر على المستوى نبدأ نكمل برضو مسألات نشوف سؤال تاني ونشوف حنحله ازاي السؤال التاني بيقول ايه برضو وضع جسم كتلته كاف جرام على مستوى ماء الخشن يميل القفق بزاوي القياسة 30 ومعمل احتكاك الحركي جزر 3 على 6 روبط الجسم بخيط خفيف يمر على بقرة صغيرة ملساء مسبتة عند قمة المستوى وتدل من الطرف الاخر لنقيد كافة ميزان كتلته 250 وضع بها جسم كتلته 750 وعندما تحركت المجموعة من السكون وجد ان الضغط على الكفة 38 سوك لكيلوغرام وجد عجلة الحركة والضغط على البكرة وقيمة كاف طبعا ايه مسألة لما حاجات كتير نبدأ مع بعض المستوى خشي يبقى عادي هو مستوى مائل زاويته 30 حطت جسمه على المستوى الجسم كتلته كاف جرام يبقى وزنه هيأثر عادي كاف ده طبعا في بكرة هنا موجودة عندي مسألة مهمة جدا وبعدين هنا في خير بيمروا على البكرة وبعدين في كافة ميزان نقرأ هنا المسألة تاني ونشوف هنكملها ازاي وضع جسم كتلته كاف جرام على مستوى مائل خشي يميل على الأفق بزاوية خصة 30 يبقى هنا الوزن كده حللته لمركبتين متعمدتين يبقى وضع هنا كاف دال جا 30 العمودي عليها اللي هو هيأبى كاف دال جا 30 يبقى فيه رد الفعل كده وهنا فيه كاف دال جا 30 فيه شدين عند محور البكرة فيه شد كده وفيه شد كده بعد كده بيقول لي ايه وكان معامل الاحتكاك الحركي جزر 3 على 6 معامل الاحتكاك الحركي ميم بتسوي جزر 3 على 6 كويس روبة الجسم لخيط خفيفية مروا على البكرة صغيرة من الساعة مسبتة عند قمة البساعة وتتدلم الطرف الاخر اللي لقيت كافة ميزان كتلتها 250 يعني الكافة دي 250 جرام 250 جرام وضع بيها جسم كتلته 750 جيت انا داخل الكافة دي حطيت جسم كتلته 750 بقى الجسم والكافة 750 250 يبقى 1000 جرام يبقى 1000 وعندما تحركت المجموعة من سجوء السكون وجد ان الضغط على الكافة 3.8 كيلو جرام يبقى هنا بدأت من السكون يبقى عن 0 ب0 والضغط على الكافة الضغط على الكافة بتسوي 3.8 كيلو جرام اوجد عجلة الحركة والضغط على البكرة نيجي نتكلم على الضغط على الكافة اما بيجيب الضغط على الكافة بيعمل وزن الكافة يبقى دي الكافة بتاعتي وطبعا لو بصينا للمسألة ايه اللي بلاحظوا ان هنا ده اكبر من ده وزنا يبقى واضح ان هنا الحركة هتقبل في الاتجاه ده كده فانا الجسم محطوط على الكافة وزنه كان كام الجسم الوزن اللي كان جسم 750 جرام مدام ما اجيب هنا الضغط بيعمل وزن الجسم كده هنا في رد الفعل هنا الوزن كان 700 الكتلة اللي موجودة في الكافة 750 جرام يبقى هنا 750 ده نبدأ بقى هنا نشوف اللي هو والضغط الثلاثة ثمان سوكلي كيلو جرام نجيب الضغط الاول ضغط بتسوي ثلاثة ثمان حول دي بجرام يبقى بضرب في الف هنا ايه سوكل جرام هل الوزن اكبر ولا الضغط الوزن اكبر يبقى اتجاه الحركة الاسفل يبقى نقدر نقول من هنا ان 750 دال ناقص الضغط اللي هو 375 دال بيسوي ايه الكتلة اللي هي 750 في جين يبقى تاني مع بعض كده خلي بالك الضغط كان بال ايه بسوكل الجرام سوكل كيلو جرام والمسألة كلها بتشتغل بالجرام حولت من كيلو جرام لجرام ده ربط في الف وحولت مسألتي كده هنبدأ مع بعض نشوف المسألة حالي لها الزال طبعا كله هنا يقبل اسمه على 375 لان لو ضربت دي في اتنين ده تديني تلتمية خمسة وسبعين اها اتنين في خمسة بعشرة واتنين في سبعة وتلاتين باربعة وسبعين واحد خمسة وقيه بكله بيبقى الاسم على 375 375 فيها الاتنين 375 فيها الاتنين اتنين دال اتنين في تسعمية وتمانين بحللت تسعمية وتمانين لانها بالكرام ناقص 980 بيساوي اتنين جين اتنين في تسعمية وتمانين يقبل هنا Indigenous ناقص 980 بتديني 980 يقبل جيني تساوي 980 على اتنين بتساوي 490 سنتيمتر على الثانية تربيئية يقبل عجلة نقرأ تاني اذا حتى ده ونشوف معبر وضع على الجسم وعندما تحركت المجموعة من السكون وجدها ان الضغط على الكفة 38 سوكلي كيلو جرام اوجد عجلة الحركة والضغط على البكرة وقيمة كاف احنا جبنا العجلة عايزين نجيب الضغط على البكرة طيب نجيب الضغط على البكرة وبعد كده نشوف نجيب قيمة كاف خلي بالك معايا انا دلوقتي هدرس الحركة بتاع الده احنا قلنا ده نازل وانا قلت هنا كتلته الف دال الف دال ناعش الشين بيسوي الف جيم وانا جبت الجيم يبقى هنا الالف فيه تسعمية وتمانين ناقص الشين اللي هنا اللي هو عايزها وعايز الشين بيسوي الف والجيم انا جبتها بكم جبتها بربعمية وتسعين هجيب دي الشين هنا وادخل دي باشارة سالبة يبقى الشين بتساوي هاخد الالف مشترك فيه ربعمية وتسعين مشترك انا لبالك دخلت دي جوه فما خدت الالف خدتها من هنا ومن هنا تسعمية وتمانين على الربعمية وتسعين فيها الاتنين ناقص واحد يبقى هنا الشد عندي بيسوي الف في ربعمية وتسعين كده ضاين عايزها بسقل كيلو جرام بقسم على تسعمية وتمانين يبقى هنا اذا شين بتساوي الف فيه ربعمية وتسعين على تسعمية وتمانين ربعمية وتسعين مع تسعمية وتمانين فيها الاتنين اتنين مع الالف فيها الخمسمية يبقى خمسمية سقل جرام لكن هو طلب مني ايه بيقول لك وعندما تحركت المجموع من سجون وجد ان الضغط على الكفة كان ثلاثة تمانين سقل جرام اوجد عجلة الحركة جبنها والضغط على البكرة عايزين الضغط على البكرة خلي بالك الضغط على البكرة هنا الزاوية دي ست تلاتين تقبل زاوية اللي فوق ستين يبقى الضغط في الحالة دي بيساوي ايه مستر ضاد هنا بيساوي ضاد محصلة قوتين متساويتين بينهم زاوية ايه بيساوي اللي هو اتنين شين جت يه على اتنين يبقى ستين على اتنين جت منين الستين واضح زاوية ميل المستوى على الافق تلاتين يبقى الزاوية اللي فوق دي ستين يبقى واضح انا جبت هنا اللي هي دي جتا ستين يبقى الضغط بيساوي اتنين شين انا جبت الشين بخمسمية ستين على اتنين بتلاتين جتا تلاتين بجزر تلاتة على اتنين الاتنين مع الاتنين يبقى واضح انها خمسمية جزر تلاتة سوكل جرام يبقى يبدأ كده الضغط برافط فاضل ايه تاني لسه في المسألة لسه فيه جزء مطلوب تاني يبقى هنا اوجد عجلة الحركة جبناها طلعناها اللي هي كانت 280 وبعدين جبنا الضغط على محور البكرة اللي هو عندي اهو جبنا هنا طبعا العجلة اللي كانت 490 وجبنا الضغط على محور البكرة اللي هو طلعناه عايزين بعد كده نجيب قيمة كاف نبص مع بعض ازاي نجيب كاف يبقى نكتب البيانات قدامي يبقى انا جبت العجلة جيم اللي هي طلعناها 490 سنتيمتر على الثانية تربية وجبنا عندي الشد اللي طلعناه 500 سوكل جرام عايزين كتلة الجسم اصبع معايا عشان نجيب كتلة الجسم المسألة كان بيقول لي في رأس المسألة خلي بالك نقطة مهمة جدا وضع جسم كتلة الكاف على مقاوة ماء الخشن يميل على القفق بزاوية قياسوها 30 وكان معامل احتكاك الحركي 1 جزر 3 على 6 طب خلي بالك الجسم بيتحرك كده يبقى الاحتكاك ضد اتجاه الحركة يبقى في عندي ميم ره كده خلال يبقى شين نقص ميم ره نقص كاف دال جا 30 بيسوي كاف جين يبقى شين نقص ميم ره نقص كاف دال جا 30 بتسوي كاف جين كوان الشين عندي الشين انا كنت كتبه اهي قدامي الشين بخمسمية سوكل جرام يبقى يبقى بكتب هنا خمسمية في تسعمية وتمانية نقص معامل الاحتكاك الحركي مدهوني في رأس المسألة جزر 3 على 6 يبقى هنا جزر 3 على 6 في ره ره اللي هي بتساوي ايه مستر ره بتساوي جاف دال جا 30 يعني هروح كاتب كده هنا ره اللي هي كاف اللي معرفهاش دال بتسعمية وتلاتين تسعمية وتمانين جا 30 بجزر 3 على اتنين خلاص خلصنا من ميم ره نخش على اللي بعدها نقص كاف دال بتسعمية وتمانين في جا 30 اللي هي نص كل ده بيسوي كاف في العجلة اللي انا جبتها ربعمية وتسعين مسألتي كده تماما نبدأ مع بعض كله باي بلد اسمه على ربعمية وتسعين الربعمية وتسعين دي راحت الربعمية وتسعين فيها الاتنين الربعمية وتسعين فيها الاتنين الربعمية وتسعين فيها الاتنين طيب نخلي بالنا جبنا كده المسألة بقى بسطناها اكتر نيجي مع بعض كده دي خمسمية في اتنين بتديني هنا الف خلي بالك جزر 3 في جزر 3 بتلاتة مع الستة 2 مع الاتنين اللي فوق هيتفضل نقص نص نص كاف تاني جزر 3 في جزر 3 بتلاتة في اتنين بستة هتروح مع الستة لتحت لان هو مديني معامل احتكارك الحركة يبا نقص نص كاف وبعدين ناقص خلي بالك برضو كاف الاتنين مع الاتنين يبا ناقص كاف كل ده بيساوي كاف طيب هنا الالف وبعدين ناقص 3 على اتنين كاف بتساوي كاف هوادي دول في الطرف التاني هيروح بإشارة ايه مجابة يبا واضح دي هتروح في الطرف التاني بإشارة مجابة يبا اذا هنا 3 على اتنين كاف زائد كاف بتساوي ايه ألف طيب 3 على 2 و2 على 2 بخمسة على اتنين يبا خمسة على اتنين كاف بتساوي ألف على الخمسة فيها الواحد على الخمسة فيها المتين يبا اذا كاف بتساوي ربعميد جرام يبا انا جبت الكتلة مسألة مهمة جدا واجبنا الكتلة ربعميد جرام تاني يبا في المسألة لوضع جسم كتلته كاف جرام على مستوى ماء الخشن يعمل على افق بزاوية قياسها 30 ومعامل الاحتكاك الحركي جزر 3 على 6 وربط الجسم بقية خفيفة مرة على بكرة صغيرة بالساء مسبتة عند قمة المستوى وتدلم الطرف الآخر كافة ميزان 250 ووضع عليها جسم 750 بعد كده طلب مني عجلة المجموعة جبتها الضغط على البكرة وجبت قيمة كاف مسألة مهمة ونشوف المسألة التانية المسألة التانية برضو فيها فكرة مهمة هنا مديني مستوى مائل ومستوى افقي يبا هنا واضح المسألة فكرة جديدة برضو في الشكل المقابل كتلتين مقدروهما اتنين كاف وكاف موضعتين على مستويين خشنين المستويين خشنين ده خشن وده خشن احدهما افقي والاخر مائل طوله اربعة ونص متر يعني ده اللي طوله المائل اربعة ونص متر وارتفاعه اتنين وسبعة من عشرة متر والكتلتان مربطتان بخيط خفيف يمر على بكرة صغيرة ملساء وكان معامل احتكام حركي بين كل من الكتلة والسطح الملامس لها التوم فاذا تحركت المجموعة من سكون فاحسب عجلة الحركة واذا كانت كاف 12 كيلو جرام فاحسب الشد في الخيط هرسم المسألة كده قدامي برضو اوضع اهي مستوي افقي وبعدين هنا في بكرة بنهتم بالرسم ليك انت على اساس ما تغلطش هنا اهو اهو في مستويين مائل اهو وزاوية ملو ع الافقي وطبعا ده خشن وده خشن طبعا في جسم هنا موضوع على المستوي ده اهو كتلته اتنين كاف في خيط بيمر بكرة هنا في جسم كده كتلته كاف برضو كده اهو طبعا ده مق وزنه رأسيا لأقل وفي رد الفعل الاعلى هنا ره واحد وهنا هتقبق اتنين كاف ده هنا ره اتنين وانا كنت بقول ان الوزن ده كاف بحلله لمركبتين متعمدتين واحدة كده في جه المستوي واحدة في اتجاه عمودي اهو ده هتقبق هنا ده كتلته كاف دال كتلته كاف ويبقى وزنه كاف دال يبقى كاف دال جا سيتا وهنا كاف دال جا سيتا كاف دال جا سيتا نشوف مع بعض تاني الكتلتين مقدرهما اتنين كاف وكاف موضوعان على مستويين خشنين احدهما على الاوفقي في والاخر مائل طوله 4,5 Ever يبقى ارتفاع 1 الارتفاع المريض ماء طوله 4,5 يبقى عايزة جاiding جا سيتا يبقى أتنين بسبعه المانعشرة على 5 اربعة ونص 示 أشنا من الفتاح ثلاثة والتي بهم واضح ان جا سيتا ثلاثة على خمسة وجتا سيتا تساوي اربعة على خمسة نبدأ نحل المسألة هنا احتكاك ضد اتجاع الحركة هنا دنازل الشدين داخلين على محور البكرة ونحن هنا وهنا الاحتكاك ندرس حركة حركة ندرس حركة الجسم الاولاني هو طلب مني وكان احتكاك الحركة يبقى كل من الكتلتين يبقى ميم تساوي توم دي نقطة مهمة حركة المجموعة من سكون واضح ان عين سفر بتساوي سفر وكانت كاف اتناشر فاحسب عجلة الحركة وبعد كده نبدأ نشوف الشد في الخين هندرس الحركة ده نازل طبعا مش معقول المستوى ده هيسحب ده ده هينزل كده لتحت يبقى بقول ان كاف دال جا سيتا ناقص هنا ميم في كاف دال جا سيتا خلاص ناقص شين كل ده بيساوي كاف جيم لان كتلة الجسم ده كاف هندرس الحركة على المستوى الافقي الشين ناقص هنا واضح فيه احتكاك ميم ناقص ميم ره واحد ميم ره واحد بكم باتنين كاف دال كل ده بيساوي اتنين كاف جيم بتجمع طبعا هنا السالب شين هتروح مع موجة بشين هتقبى خلي بالك معي ادي كاف دال جا سيتا بكم بتلاتة على خمسة فيه تلاتة على خمسة ناقص ميم ميم بتم فيه كاف دال جا سيتا باربعة على خمسة فيه اربعة على خمسة لسه فاضل عندي ناقص اتنين ميم ميم بتم كاف دال كل ده بيساوي تلاتة كاف جيم بجمع بيساوي تلاتة كاف جيم واضح كل المسألة بتقبل على كاف حضول الى اتنين ناقص ميم بجمع انا هنا يقبى 3 على خمسة ناقص الأربعة مع التمانية فيها الاثنين يقبى ناقص هنا واحد على عشرة ناقص عشر لان هنا خط التسعة وتمانية من عشرة مشترك. وبعدين هنا ناقص ربع. كل ده بيساوي تلاتة جيم. كمي. هنوحد المقامات هنا. يبى وضح المقام هنا اربين يبى تسعة وتمانية من عشرة. هنا اربعة اتنين شيئ witness 1 على عشرة. دلوقتي اولا دي هنا ثلاثة على 5 وبعدين هنا دي 1 على عشرة ودي ربع. المقام كله هيبى ايه organization? يبى فيه تحت هنا 20. 20 على الخمسة فيها الاربعة في تلاتة في اتناشرة. 20 يبى هنا ناقص اتنين.ase 20 يبى ناقص اخمة. كل ده بيساوي تلاتة جيم. تماما. اتناشر شلنا منها اتنين بقت عشرة شلنا منها خمسة بقت خمسة على عشرين ربع. يبقى هنا الجيم بتساوي خلي بالك تسعة وتمانية من عشرة على اربعة في تلاتة. متر عسامية تربية. جبنا العجلة. نقرأ تاني مع بعض. هنا اه طبعا كده خيط خفير مروح على بقرة صغيرة ملسقة وكان معامل احتكاك الحركة بين كل من الجسم والكتلة والسطح تلامس تمن. فاذا حركة المجموعة من سكون فاحسب عجلة الحركة. واذا كانت كاف بتساوي اتناشر فاحسب الشد في الخيط. طيب احنا جبنا عجلة الحركة ومش هختصرها. خليها زي ما هي كده. عايزين نجيب الشد في الخيط اما الكتلة بتساوي اتناشر. اخد ابسط معادلة عندي. ابسط معادلة هي المعادلة الايه التانية. اللي هي تعتبر شين? ناقص اتنين ميم كاف دال بتساوي اتنين كاف جيد. هو عايز الشد بساوي. هوادي دي في الطرف التاني بإشارة مجبأ يبقى اتنين مجبأ في ميم بتمن. في الكتلة مدهاني كانت اتناشر. في رأس المسألة مدهاني اتناشر. يبقى في اتناشر. في دال اللي هي تسعة وتمانية من عشرة. بيساوي اتنين في اتناشر. في جيم اللي انا كنت مطلحها وقلت مش هختصرها لانها هتختصر بسهولة بعد كده. اودت دي في الطرف التاني كله بقى في الطرف التاني بإشارة مجابة هو. العجلة تسعة وتمانية من عشرة على اتناشر. طبعا المسألة بتحلي نفسها الاتناشر مع الاتناشر. بعد كده الاتنين مع التمانية فيها الاربعة. الاربعة مع الاتناشر فيها التلاتة. طبعا هو عايز الشد الشين بيساوي. خلي بالك هاخد تسعة وتمانية من عشرة مشترك. خدت تسعة وتمانية من عشرة مشترك. الطرف الايمن مفهوش غير تلاتة زائد. خلي بالك معي. انا خدت تسعة وتمانية من عشرة مشترك. تلاتة زائد اتنين. طبعا واضح عايزها بسوكل كيلو جرام على تسعة وتمانية من عشرة. يبه واضح انها بتطلع خمسة سوكل ايه كيلو كرام. يبه جبت الشد في القيط. بسرعة تاني. يبه هنا طلب مني الاتي. او في هزة حركة المجموعة من سجون فاحسب عجلة الحركة جبتها وإذا كانت كاب 12 فاحسب الشد في الخيط طلعت الشد في الخيط اللي هو خمسة صورة كيلوغرام. مسألة مهمة ومسألة فيها فكرة جديدة زي ما شكناها. نشوف سؤال تاني ونشوف نحن لازال. السؤال التاني بيقول لي. وضع جسم عند قمة مستوى ماء الأملس طوله أربعين مترا وارفع عشر أمطار. اوجد سرعته عند قاعدة المستوى. وإذا كان المستوى خشنا وكانت المقاومة لحركته خمسة وزن الجسم اوجد سرعته عند قاعدة المستوى. يعني طلب الحالة في حالتين. اولا المستوى املس. والتاني مؤجز كان مستوى خشن. يبقى اول حاجة نخلينا في المستوى الاملس. اهو. والتاني مستوى خشن. يبقى وضع الجسم عند قمة المستوى. حطينا الجسم عند قمة المستوى اهو. طوله اربعين متر وارتفاع عشر امطار. الطول ده اربعين. اربعين متر. الارتفاع ده عشر امطار. يبقى الهدف منها اجيب سيتا. يبقى نقدر نجيب جا سيتا جا سيتا جا سيتا. بيسوي عشرة على اربعين. يعني بتسوي ربع. تمام. يبقى وضع الجسم عند خمة مستوى ماء الاملس طوله اربعين متر وارتفاع عشر امطار. اوجد سرعة الجسم عند قاعدة المستوى. ماشي. عايزين سرعة جسم. يبقى وضع الجسم بتحرك تحت تأسير مركبة الوزن. اللي هي كاف دال جا سيتا. يبقى هنا محصلة القاعدة الموسيرة على الجسم يبقى كاف دال جاسيتا بتسوي كاف جيم. هشيل الكاف مع الكاف. الدال هنا طبعا الكتلة. هنا خلي بالك المسافة بالمتر يبقى الكتلة بكيلو جرام. يبقى الكتلة بكيلو جرام. يبقى العجلة بتسعة وتمانية من عشرة في جاسيتا اللي هي ربع. بتسوي جيم. يبقى نقدر نجيب جيم. يبقى جيم بتسوي اتنين وخمسة او ممكن اكتبها 98 على 40 لانها اختصرها متر على الثانية تربية هنا وضع الجسم عند خمة مساوية ام لستوله كذا اوجد سرعة الجسم عند قاعدة مساوية يعني بدأ مسكون يعني عن صفر بصفر يبقى انا عندي عن صفر بتساوي صفر وعندي جيم بتساوي 98 على 40 متر على الثانية تربية وعايزين سرعة الجسم علاقة وعندي المسافة 40 يقبى واضح العلاقة بتاعتي بتقولي ان عين تربيع بتساوي عن صفر تربيع زائد اتنين جيم فيه عن صفر بصفر انه وضحته بدأ يتنزلق بعين تربيع بتساوي اتنين جيم بكم ب98 على 40 شوف عدم الاختصار بيسهل المسألة المسافة كام 40 40 مع 40 يقبى دي 196 انا عايز السرعة بجيب الجزر التربيع للطرفين بعين بتساوي 14 متر على الثاني يبا دا سرعة الجسم عند قاعدة المستوى مكان المستوى قملاس طب المستوى خشن نشوف مع بعض وكانت وإذا كان المستوى خشنا وكانت مقاومة الحركة خمس وزن الجسم يبا مسألة تانية نفس المسألة بس المستوى خشن اهو وفي مقاومة يبا المقاومة بتاعتي خمس وزن الجسم يبا هنا خمس كاف دال الجسم يبينزلك تحت اقتصرية كاف دال جا سيتا برضو عايزين سرعة الجسم نبص مع بعض بادرس الحركة ازاي يبا بقول ان كاف دال كاف دال جا سيتا ماشي نكتبها جا سيتا ناقص خمس كاف دال بيساوي كاف جيم شرط طيب الكافات راحت كاف 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 دال بتسعة وتمانية من عشر الجاسي تقهب ربع يبا في ربع ناقص خمس في تسعة وتمانية من عشرة بتساوي جيم شرطة طب نقدر نجيب جيم شرطة نجيب جيم شرطة ناخد تسعة وتمانية من عشر مشترك يبا ازا نجيب شرطة بتساوي تسعة وتمانية من عشر مشترك ربع ناقص خمس يعني بوحد المقام اصبح المقام عشرين يبقى 1 على 20 5 نقص 4 يبقى هنا 1 على 20 اللي هي متر على الثانية تربيع جبنا احنا العجلة هو عايز سرعة الجسم عند نهاية المستوى طب برضو بنفس الطريقة عندي عن سفر بتسوي سفر وعندي جيم شرطة جبتها قدامي هي بتسعة وتمانية من عشر على عشرين بتسوي تسعة وتمانية من عشر على عشرين متر على الثانية تربيع وعندي طول المنحدر اربعين متر عندي فيه بتسوي اربعين متر خلي بالك انا عايز السرعة عند نهاية المستوى طب ما هو قانون يا مستر هو نفس القانون اللي استخدمته في المسألة الاولى بس هنا كان فيه كاكي بعين تربيع بتسوي عن سفر تربيع زائد اتنين جيم شرطة فيه شرط دي بصفر يبقى عن تربيع بتسوي اتنين جيم شرطة بكام بتسعة وتمانية من عشرة على عشرين فيه فيه بالعين العشرين مع الاربعين فيها الاتنين خلاص يقبى واضح من كده انا عايز اجيب عين يقبى عين بتساوي خلي بالك هنا مية ستة وتسعين هكتبها كده مية ستة وتسعين فيه اتنين وتحت عشر وممكن اقول دي مع دي فيها الخمسة تاني هدي العشرة اتنين في تمانية وتسعين بمية ستة وتسعين خلاص ودي الاتنين التانية اختصرتها من العشر انا عايز اجيب عين دي عين تربيعي بعين بتسوي الجزر التربيعي للكلام ده الجزر التربيع المية ستة وتسعين اربعتاشر على جزر خمسة ممكن اضرب فوق في جزر خمسة وتحت في جزر خمسة يبقى ممكن اكتب دي خمسة مع الاربعتاشر يبقى اتنين وتمانية من عشرة جزر خمسة متر كل ثاني يبقى انا جبت سرعة الجسم اما كان المستوى املس وجبت سرعة الجسم اما كان المستوى خاشي المسألة برضو فيها فكرة مهمة جمعت فكرتين مع بعض وطبعا انا قررت فكرة المسألة بانواع مختلفة بقى ما اسألت الامتحان مش هتطلع برا الافكار دي نشوف سؤال تاني ونشوفها نحن ازاي بيقول لي هنا جسم كتلته 16 كيلو جرام يتحرك في خط المستقيم بحيث جيم بتساوي 3 نون تربيع ناقص 8 نون هنا بديني العجلة جيم بتساوي 3 نون تربيع ناقص 8 نون خلا والجسم كتلته كاف بتساوي 16 كيلو جرام الجسم كتلته 16 كيلو جرام يتحرك في خط المستقيم بحيث كانت جيم 3 نون تربيع ناقص 8 نون حيث يهم التجاه الوحدة في اتجاه الحركة فاذا كان معيار فيه بالمتر وننب الثانية اوجد التغير في كمية حركة الجسم في الفترة الزمنية من 2 ل4 ومن 5 ل8 التغير في كمية الحركة احنا عارفين ان كمية الحركة المتجه مين بيساوي كاف متجه عين يبقى ضروري يجيب عين يبقى كامل جيم يبقى عين بتساوي تكامل جيم ده النون طيب هنا من 2 ل4 الفترة الاولى من 2 ل4 طيب نمشي مع بعض يبقى عين بتساوي هكامل جيم يبقى واضح هنا هكامل من 2 ل4 لمن ل3 نون تربيع ناقص 8 نون بالنسبة لده النون يبقى عين بتساوي التكامل بضيف للقص واحد واقسم على القص الجديد يبقى نون تكعيب 3 نون تكعيب على 3 خلاص رواحت ناقص 8 نون تربيع على 2 ب4 نون تربيع كل ده في الحدود التكامل من 2 ل4 يعني هجيب دلت ال4 ناقص دلت ال2 نمشي مع بعض عين بتساوي دلت ال4 ب4 و60 4 تكعيب ب4 و60 ناقص برضو هنا 64 خلاص دول بصفر دلت ال4 بصفر ناقص دلت ال2 دلت ال2 8 ناقص خلي بالك اتنين تربيع ب4 ب4 ب16 يبقى ناقص 16 نبص مع بعض دي بصفر وتمانية سالب 16 بسالب تمانية فيه سالب بره بتديني تمانية يبقى هنا واضح انها ايه تمانية عين بتمانية لكن هو طلب مني التغير في كمية الحركة يبقى التغير في كمية الحركة كنت بقول بتساوي ايه كاف عين كاف ب16 عين بتمانية يبقى بتساوي مية تمانية وعشرين التمييز ايه كيلو جرام في متر على الثانية برضو هنا تمانية في ستة بتمانية واربعين وتمانية في واحد وتمانية اتناشر برضو طلب التغير في كمية الحركة في الفترة من خمسة لتمانية اهو برضو من خمسة لتمانية انا جبت خلاص التكامل اهو جبت عين بتساوي عين بتساوي نون تكعيد ناقص اربعة نون تربية المرة دي هاخدها من كام من خمسة لتمانية يبقى بجيب دلة التمانية ناقص دلة الخمسة اللي عندي يبقى عين بتساوي تمانية تكعيب خلي بالك همشي تمانية تكعيب يعبقى هنا اربعة وستين في تمانية ناقص اربعة تمانية تربيع باربعة وستين دي جبت دلة التمانية نبدأ نخش مع بعض في دلة الخمسة ناقص دلة الخمسة خمسة تكعيب بمية خمسة وعشرين ناقص تربيع بمية خمسة اعشرين هنا اخد هان اربعة وستين مشترك عشان ابستط على نفسي يبقى34 مشترك تمانية ناقص اربعة يبقى فيها الأربعة طيب ناقص ماруг مية الخمسة وعشرين ناقص ماهر ناقص نقص خمسة وعشرين بتساوي خمسة من ستة في هالواحد اتنين من خمسة في هالتلاتة متين واحد وتلاتين ادي فعلا ادي خمسة ستة خمسين ايه واضح ايه متر كل ثانية عايزين كمية الحركة نتجه مين بيساوي الكتلة كتلة كانت ستاشر ستاشر في متين واحد وتلاتين هتطلع كيلو جرام في متر عالثانية ممكن انت تضربها عشان نستفيد بالوقت بتاعها نشوف مع بعض سؤالتين السؤال تاني بيقول لي ايه يمر خيط على بقرة ملساق ويحمل في احدى طرفيه الجسم من كتلته امتين وعشرة وفي الطرف الاخر ميزان زنبوركي كتلته خمسة وتلاتين ومعلق به الجسم مية وخمسة بس في حركة المجموعة من سكون اوجد بسوق الجرام الشد في الخيط واقرأت الميزان برضو مسألة بنقررها كتير فاقولها برضو عشان مقباش فيه فكرة نقصة عندنا ادي البكرة بتاعتي وادي هنا الخيط اهو وادي الخيط وبعدين هنا في النهاية فيه كافة ميزان خلاص المسألة دي تحفزت يقب انتا كده ما عندكش مشكلة بالنسبة للرياضة وهنا فيه كتلة هنا شدين دخنين على محور البكرة الشد الشد وبعدين هنا نشوف يبقى يمر خيط على بكرة ملساء ويحمل فيه احدى طرفي جسم كتلته امتين وعشرة وفي الطرف الاخر ميزان زنبركي وزنه خمسة وتلاتين وعليه جسم مية وخمسة يبقى هنا خمسة وتلاتين ومية وخمسة يعني هنا خمسة وتلاتين جرام الميزان ومية وخمسة يبقى هنا مية وخمسة واربعين يبقى ده مية واربعين خلاص فزت حركة المجمع مسكون اجود بسوق الجرام الشد في الخيط وقرأت الميزان طيب هنا دلوقتي يعني نخلي بالنا مع بعض كده دي مية واربعين وده ميتين وعشرة يبقى دي اللي هتنزل يبقى اتجاه الحركة الاسفل كده يبقى كده العجلة كده تصالع الحركة على طول محصلة الكوة يبقى متين وعشرة دل نقد شين بتساوي ميتين وعشرة جيم دي المعادلة رقم واحد طالعة يبقى شين ناقص مية واربعين دل بتساوي مية واربعين جيم وده المعادلة بثنين بتجمع متين وعشرة رقم متين واربعين يبقى ثماني وعشرة مية واربعين وضيح انها بالجرام يبقى هنا ب Pel 깔�ر 980 بتساوي هنا طبعا 05 350 جيم 70 مع 350 فيها الخمسة الخمسة مع 980 فيها 196 التمييز سنتيمتر على الثانية تربيع يبقى كده اول حاجة اوجد بسوق الجرام الشد في الخيط وقرأة الميزان انا جبت العجلة بشهلي جدا اجيب الشد في الخيط اعود في المعادلة التانية يباشين بتساوي هودي المية واربعين في الطرف التاني باشارة مجابة هتقبل مية واربعين هاخدها مشترك يبا هنا 980 زائد جيم دي راحت في الطرف التاني بقت هنا وخدت المية واربعين مشترك وده بتسعمية وتمانين وجيم جبناها 196 هنطلع التمانية وتسعين مشترك يباشين فيه بتساوي 140 في 98 و alot 98 في نهاية راحت بسوك الله ش действ braucht 980 98 880 10 14 14 14 12 28 14 169 168 سوك جرام جبت انا الشد في الخيط. طيب هو طلب مني ايه. هنا اوجد الشد في الخيط وقراءة الميزان. عايزين قراءة الميزان. عشان اجيب قراءة الميزان باهمل وزن الكفة. باخد الجزء الاخراني ده. اهو. ادي كفة الميزان. الجسم وزنه مية واربعين. اه مية وخمسة. الجسم اللي مخطوط مية وخمسة ده. مية وخمسة ده. وهنا فيه رد الفعل. وخلي بالك. ده طالع. مش نازل. فهنا هبدأ ادرس الحركة دي. كراءة الميزان اللي هو الشد في الخيط. طبعا هنا عندي اللي هو الضغط على الكفة الميزان. انا جبت العجلة بتاعتي اللي هي مية ستة وتسعين. يبقى واضح ان ره. ناقص مية وخمسة. ده بتساوي مية وخمسة في جيم. انا عايز ره بتساوي مية وخمسة راحت في الطرف التاني باشارة مجابة مية وخمسة. هاخدها مشترك يبقى تسعمية وتمانين زائد جيم. جيم اللي انا مطلحها مية ستة وتسعين. يبقى ره بتساوي مية وخمسة. هاخد هنا تمانية وتسعين مشترك. بقت هنا تسعمية وتمانين على تمانية وتسعين فيها العشرة زائد اتنين. كل ده على تسعمية وتمانين. ايبقى ديه مع ديه فيها العشرة. على الخمسة اتنين على الخمسة فيها الاتنين فيها الواحد وعشرين. اتناشر على الاتنين فيها الستة. ستة في واحد وعشرين يبقى ستة اتناشر سكل جرام. يبقى اقرأة الميزان 126 سوك لجرام من هو ده اللي طلبوا مني يبقى جبنا اول حاجة الشد في الخيط وجبنا اقرأة الميزان نشوف سؤال تاني ونشوفها نحلي زي السؤال التاني بيقول لي جسم كتلته 600 جرام موضوع على نضد افقي املس مربوط بخيط يمر على بقرة مساء ومثبتها عند حفة النضد والطرف الاخر للخيط يتدلى منه كفة ميزان كتلتها 100 جرام وعليها كتلة 50 جرام وجد كل المتضغط على محور البقرة والضغط على قفة الميزان يبقى كل الافكار عندك المستوى افقي املس والجسم محضوط على المستوى وبعد كده عندي اللي هو في بقرة طبعا هنا الشدين داخلين على محور البقرة اهو وفي جسم تاني محضوط على كفة ميزان نبدأ ندرس الحركة بتاعت المسألة بتاعت دي ازاي طبعا قلنا باستمرار الشدين داخلين على محور البقرة الشدين هم داخلين على محور البقرة الجسم كتلة 600 جرام موضوع على ندود افقي املس يقبى هنا واضح ان هنا ده 600 جرام يقبى وزنه 600 ده وهنا في رد الفقر مستوى املس خلي بالك ومربوط بخيطة مرة على بكرة ملساء ومثبتة عند حفة الندود تطرف الاخر خيطة تدلى منه راسين كفة ميزان كتلتها مية وعليها جسم مقداره خمسين يبقى هنا واضح ده كله مية وخمسين دال ده مش ممكن ده هيسحب ده يبقى ده اللي هينزل يبقى اتجاه الحركة كده اتجاه الحركة كده محصلة القوة يبقى مية وخمسين دال ناقص شين بتساوي مية وخمسين دال دي المعادلة رقم واحد معادلة على المستوى الافقي مفيش حاجة كده يبقى شين على طول بتساوي ستمية هنا جين ودي المعادلة رقم اتنين بتجمع هتقبى سالب شين مع شين يبقى مية وخمسين لكن هنا الكتلة بالجرام يبقى دال بتسعمية وتمانين بتساوي سبعمية وخمسين جين المية وخمسين مع السبعمية وخمسين فيها الخمسة خمسة في خمسة في خمسة وعشرين وخمسة في واحد يبقى سبعمية وخمسين الخمسة مع التسعمية وتمانين بتديني مية ستة وتسعين يبقى مية ستة وتسعين سنتيمتر على الثانية كربية عوض في نمرة اتنين يبقى شين بتساوي ستمية في مية ستة وتسعين كده التمييز نيوتن لكن انا عايزة بسوق الكيلوجرام يبقى هقسم على تسعمية وتمانين يبقى هنا هقسم يبقى اذا الشد بيساوي طبعا ما اقول الكلام ده يبقى اقول على الثمانية وتسعين فيها العشرة على الثمانية وتسعين فيها الاثنين السفر مع ده يبقى واضح ستين في اتنين بواضح الشد بيساوي مية وعشرين ايه سوكل جرام دي ضاين طبعا يبقى سوكل جرام لان هنا الشد يبقى بتضاين حولتها الى سوكل جرام جبت الضغط على محور البكرة وعايزين الضغط على كافة الميزان خلي بالك بهمل وزنك كافة الكتلة اللي كانت محطوطة في الكافة كانت كام هنا كافة ميزان كتلتها ايه مية الكتلة خمسين جرام ادي الكافة والكتلة اللي موجودة خمسين جرام طبعا خمسين جرام يبقى وزنها بأسر الاسفل ادي خمسين دال وهنا فيه الرد الاعلى وخلي بالك كانت بتحرك دي نازلة كده تاني كافة الميزان مية المرة دي والكتلة خمسين خلي بالك يعني كتلة ازغر كده عايزين الضغط على كافة الميزان يبقى واضح نازلة يبقى هنا برضو ره ناقص خمسين دال بتسوي خمسين جيم جيم انا عندي اهي جبتها جيم مية ستة وتسين يبقى هنا ره ناقص خمسين دال اودي دول في الطرف التاني يبقى ره بتسوي خمسين خطها مشترك دال بتسعمية ثمانين زائد جيم جيم بكام بمية ستة وتسين هو عايزها بسكر الجرام يبقى نقسم على تسعمية وتمانين يبقى ره بتسوي خمسين خط تمانية وتسعين مشترك هفتح قوسي بعشرة و98 يبقى فيها الاثنين كل ده على 980 98 مع 980 فيها 10 10 مع 50 فيها 5 يبقى هنا الضغط على الكفة بيسوي رد الفعل الاعلى بيسوي 5 في 12 هيسوي 60 سكل جرام يبقى احنا جبنا الضغط ايه على الكفة نشوف سؤال تاني ونشوف نوعية الاسئلة اللي هي عندك بيقول لي هنا بدأت سيارة حركتها من السكون في خط مستقيم من نقطة ثابتة على المستقيم ويعطى القياس الجابري لمتجه سرعاتها نون بالعلاقة دي 3 نون تربيع زائد 2 نقص 2 نون متر على الثانية يعين موضع السيارة وعجلة الحركة عندما نون بتساوي 3 سوان اولا مديني السرعة بتساوي 3 نون تربيع نقص 2 نون عين موضع السيارة يعايز المسافة بدأت سيارة حركتها من السكون يعني عند سفر بتساوي سفر من نقطة انسابتة يعني من نقطة الاصل سفر و سفر يبا هنا اول حاجة بكامل دي بالنسبة للزمن بجيب ايه بكامل السرعة بالنسبة للزمن بتديني المسافة يبا هنا فيه بتساوي تكامل 3 نون تربيع نقص 2 نون بالنسبة الى دا النون يبا فيه بتساوي هضيف للقص واحد واقس مع القص الجديد يبا نون تكايب ناقص نون تربيع كل دا هنا زائد سابت لكن هنا فيه بتساوي سفر عندما نون بتساوي سفر اذا السابت يساوي سفر يبا اذا فيه هتساوي نون تكايب ناقص نون تربيع لكن هو طلب ايه عين موضع السيارة والعجلة عندما نون بتلاتة عندما نون بتلاتة عديب فيه عندما نون بتساوي 3 ثواني يبا اذا فيه هتساوي 27 ناقص 9 يبا بتساوي هنا 18 ايه طبعا بالمتر يبا 18 متر ماشي نيجي بقى النقطة التانية طلب مني ايه عايزين العجلة طب ما هنا العجلة هي مشتقط السرعة بالنسبة للزمن يبا بتساوي دا العين على دا النون هاشتق هتقبس 6 نون ناقص 2 وعندما نون بتلاتة عندما نون بتساوي 3 يبا اذا جيم بتساوي 6 بتلاتة بتمنتاشر ناقص 2 اللي هي بتديني 16 التمييز بالنسبة لي ايه بقى هنا متر عالثانية تربية يبا انا جبت الاثنين اللي هم عادي نشوف بقى ايه مسألة ايه تانية ونشوف هنهلها ازاي المسألة التانية بتقول لي سقطت كرة من المطات كتلتة عشرين جرام من اتفاع ستة واربعة من عشر متر عن سطح الارض فارتدت رأسيا الى اعلى فاذا كان مقدار القوى الدفعية بين الارض والكرة 182 في عشر اصر بعضين وكان زمن التلامس بين الارض اتنين من مية من الثانية فاوجد مقدار دفع الارض للكرة وبعد كنا اقصى ارتفاع نبص خطوة خطوة بالوقت ايه اول حاجة احنا نعرف الدفع بيساوي ايه الدفع بيساوي قف نون وبيساوي في نفس الوقت التغير في كمية الحركة كاف في عين نقص عن سفر اذا كانت سرعتين في اتجاه واحد لو في سرعتين في اتجاه منتضدين هقول كاف في عين زائد عن سفر نشوف مع بعض كرة من المطات كتلتة عشرين جرام يبقى عندي كاف بتساوي عشرين جرام هنا سقطت من ارتفاع ستة واربعة من عشر واضح الكرة هتسقط من ارتفاع ستة واربعة من عشر يبقى هنا ستة سقطت يعني عن سفر بسفر عن سفر بتساوي سفر الارتفاع ستة واربعة من عشر متر كمان ستة واربعة من سطحها الارض وفارتدت رأسين الاعلى بعد ما سطح الارض الكرة ارتدت طبعا هترتد الارتفاع اقل من الارتفاع الاولاني اهو ارتدت القرة لكن ما عرفش الارتدت بسرعة ايه ولا المسافة اللي ارتدتها الكرة نقف عند كده فاذا كان مقدار القوة الدفاعية بين الارض والكرة 182 في عشر اصار باعي بقاف عندي 182 في عشر اصار باعي ضاين كوي وكان زمن الترامس الكرة بالارض اتنين من مية ثانية ونون بتساوي اتنين على مية ثانية تعاي فهو جد مقدار دفع الارض الكرة كلام جميل جدا ما هو الدفع بيساوي قف نون يبا الدفع مسألة جاهزة يبا 182 10قص 4 في 2 على مية طبعا التمييز هيقبال داين في ثانية ليه لان القوة بالداين والزمن بالثانية اولا دي مع دي هتقبال فوق مية يقبال دفع بيساوي 10قص 2 في هضرب 2 في 2 باربعة 2 في 18 بستة وثلاثين يبقى 10قص 2 في 364 ضاين في ثانية ده الدفع واضح ان الكرة غيرت اتجاه حركتها لكن انا عندي الدفع هنا مدام الكرة غيرت اتجاه حركتها يبقى الدفع بيساوي التغير في كمية الحركة يبقى في عين زائد عين صفر اجيب سرعة الكرة قبل اصطدامها بالارض طب استعملها ازاي طبعا هستخدم القانون اللي هو عين تربيع بيساوي عين صفر تربيع زائد اتنين ده الفين من السكون يبقى دي بصفر يبقى ازا عين تربيع ازا عين تربيع بتساوي اتنين هنا واضح بالمتر في تسعة وتمانية من عشرة في ستة واربعة من عشرة يجبها في صفحة تانية يبقى هنا عين تربيع كانت بتساوي اتنين في تمانية وتسعين على عشرة في اربعة وستين على عشرة اهي نفس المسألة اهي عين تربيع اتنين في تمانية وتسعين في اربعة وستين على عشرة في عشرة طبعا 2 في 98 ب196 يقبى واضح انها بتساوي هنا 196 في 64 على 100 هجيب الجزر التربية الطرفين يقبعين بتساوي جزر ال196 14 جزر ال64 8 جزر ال110 4 في 8 ب32 2 معنات 3 11 يقبع هنا واضح انها 11 و2 من 10 متر على الثاني يبقى جبت الصرة لكن انا كنت كاتب ان الدفع بيسوي كاف عين زائد عين صفر يبقى الدفع عندي بيسوي كاف عين زائد عين صفر طيب انا الدفع جبته كام ماهونا الدفع جبته اهو 10 قس 2 في 364 يبقى هنا 100 في 364 بيسوي كتلة الكرة كام كتلة الكرة خلي بالك هنا 20 جرام وده بتضاين خلي بالك ده بتضاين يقبع هنا هنا حكت الجنبه ضاين عشان من اغلاطش ضاين في ثانية الكرة كتلتها 20 جرام يقبع خلي بالك الكرة كتلتها 20 جرام يبقى 20 جرام هنا السرعة بقى انا مما طلعت السرعة طلعت السرعة بالمتر لان كان مديني المسافة بالمتر وانا طلعت السرعة بالمتر طلعتها كده بالمتر حولها من متر لسنتيمتر يبقى وضرب في مية يبقى وضرب في مية هتقبى دي عبارة عن ألف مية وعشرين سنتيمتر كل سنة هفتح قوس واكتب أدي عين اللي ما عرفهاش زائد ألف مية وعشرين هنا اللي هو ايه التمييز بتاعي لكن الضاين عبارة عن سنتيمتر على السنية تربيع في سنية تديني هنا سنتيمتر على السنية نبص مع بعض ايه اللي هيحصل دلوقتي هنا هترجم الحتة دي أدي مية في تلتمية أربعة وستين كده دي مفروض تقبى هنا جرام في سنتيمتر كل سنة خلاص بتسوي عشرين جرام في عين زائد ألف مية وعشرين الجرام مع الجرام يبقى تمييز السرعة هيطلع بالسنتيمتر على السنة على عشرين دي راحة بفيها الخمسة خلاص هنضرب دي في خمسة خمسة في أربعة بعشرين خلاص وخمسة في ستة بتلاتين واتنين اتنين وتلاتين اتنين معنا تلاتة وخمسة في تلاتة بخمستاشر وثلاتة تمنتاشر تاني هواقسم دي كده على الخمسة طبعا تمنتاشر على الخمسة فيها التلاتة في خمسة بخمستاشر اتنين وتلاتين على الخمسة فيها الستة وبعد كده اللي هي في 35 وبعد كده اللي هو عندي 4 في 25 معلش كده بضربينها في 2 2 ماشي 2 18 دي بتساوي عين زائد 1120 أنا عايز أجيب عيني عين بتساوي 1820 نقص 1120 هطرح 0 0 تطلع 600 هنا طبعا 700 700 إيه سنتيمتر كل ثانية هو طلب إيه نرجع لمسألتنا ونشوف طلب إيه مقدار دفع الأرض للكرة جبناها أقصى ارتفاع وصلت إليه الكرة عايزين أقصى ارتفاع خلي بالك أنا ما جيت قلت الكرة ارتدت الكرة ارتدت فواضح إن ارتدتها يعني فيه سرعة الأرض امتزت جزء من الصدمة يبقى هترتد يبقى سرعة نهية هنا بساوي 0 عايزين أقصى ارتفاع يبقى باستخدم القانون بتاعي الأساسي اللي هو برضو عين تربيع بتساوي عين 0 تربيع ناقص 2 ده لفعل إنها بتتحرك ضد الجاذبية الأرضية هتسكن يبقى سرعة نهية بساوي 0 السرعة الابتدائية اللي أنا جيتها كانت كام 700 لفسه جايبين أهي 700 يبقى 700 فيه 700 ناقص 2 ده 980 لإننا حولتها بالسمت متر فيه هو عايز أقصى ارتفاع عايز فيه يبقى فيه بتساوي 700 فيه 700 على 2 فيه 980 طبعا هنا الصفر مع الصفر على 14 فيها الخمسة على 14 فيها السبعة السبعة فيها المية يبقى واضح إنها 500 سنتيمتر يعني 5 أمطار يبقى واضح إن هنا طلب مني المسألة بتاعتي من مسألتي طلب مني هنا اللي هو مقدار دفع الأرض للكرة وبعد ذلك أخصى ارتفاعو وصلتل الكرة لنشوف سؤال ثانية ثانية وحدة هنا إيه على 2 يبقى واضح انها هنا تطلع على اثنين. يبقى واضح من هنا اللي هي بتطلع اثنين ونص متر. طبعا هنا خمسمائة على اثنين اللي هي باثنين وخمسين حولتها المتر باثنين ونصف متر. نشوف برضو سؤال تاني. السؤال التاني بيقول لي وضع جسم كتته عشرين جرام على نضض افك خشن معامل الاحتكاك الديناميكي بينهما نص ثم روبطة بخيط خفيفة مروا على بكرة ملساء مسبتة عند حفة النضض وتتلى من الطرف الاخر للخيط جسم كتته عشرين جرام على ارتفاع اثنين ونصف متر متر متصفحة الارض. فاذا بدأت المجموعة الحركة من سكون فحص بالضغط على محور البكرة. طبعا هنا المسألة هي. الجسم موضوع على نضض افك خشن. يبقى برسم رسمتي اهو. يبقى فيه بقرة هنا. الجسم محطوط كده. المستوى خشن خلي بالك معايا مستوى خشن. وبعدين هنا المعامل الاحتكاك الديناميكي نص ميم بتسوي نص. وبعدين هنا في خيط. وفي كتلة تانية هنا متعلقة في. باستمرار الشدين داخلين على محور البكرة. اجي فيه شد هنا. وهنا في شد. وضع جسم كتلته عشرين جرام على نضض افك خشن. يبقى هنا وضع الجسم ده عشرين دال. هنا فيه رد الفعل. فيه احتكاك هنا يبقى ميم ره. ميم ره. اه فازي اوروبة على الجسم الخيط خفية مرة واكرة من ساقما وسحباتها عند حفة النضض. وتدلم الطرف الاخر للخيط جسم كتته عشرين جرام يبقى عشرين دال. على ارتفاع اثنين ونص متر. البعد بين الجسم وصفة الارض اثنين ونص متر. فاذا بدأت بمجموعة الحركة من سكون فاحسب ضغط على محور البكرة. هنبدأ ندرس الحركة هنا واضح ان ده نازل بعشرين دال. خلي بالك بالجرام يبقى دال بتسعمائة وتمانين. ناقص شين بيسوي عشرين في جين. على المستوى الافقي بشين ناقص. ميم بنص. ره بعشرين دال بعشرين دال. خلاص شين كده بتسوي عشرين جين. هجمع بالجمع. السل بشين مع مجب شين. هدي عشرين في تسعمائة وتمانين. وهدي عشرة في تسعمائة وتمانين. يبديني عشرة في تسعمائة وتمانين. بتساوي اربعين. طبعا هنا السفر مع السفر. الاربعة مع التسعمائة وتمانين. يبقى جين بتساوي ميتين خمسة واربعين. التمييز سنتيمتر على الثانية تربية. جبت لعجلة المجموعة. يبقى اول حاجة طلب مني. هنا من سطح الارض. فاذا دقت المجموعة الحركة من السكون. فاحسب الضغط على محور البكرة. الضغط على محور البكرة يبقى ضروري يجيب الشد. هعود في المعادلة التانية. المعادلة التانية كانت شين ناقص عشرة. دال بتساوي عشرين جين. يبقى شين بتساوي عشرة. دال بتسعمائة وتمانين. ودتها في الطرف التاني بإشارة مجابة. زائد عشرين في جيم اللي هي متين خمسة واربعين. ماذا بتساوي؟ انطلع متين خمسة واربعين مشترك. به، الفين متين خمسة واربعين مشترك. يعني أسنع العشرة هي. وهنا متين خمسة واربعين يبقى فيها الاربعة. لان اربعة هنا في متين خمسة واربعين بتديني تسعمائة وتمانين. زائد. انا اخuesto هنا العشرة يبقى زائد At новые. ثان. يبقى هنا اخدنا العشرة مشترك يبقى شيلت السفر والسفر برا. بعد كده هنا خدتها 245 بقت فيها الأربعة خدت المتين 245 بقت فيها الاتنين يبقى كل ده على 980 طبعا على التسعة واربا السفر مع السفر على التسعة وارباين فيها الاتنين على التسعة وارباين فيها الخمسة يبقى دي خمسة في ستة على اتنين يبقى بتسوي 15 سكل جرام جبنا الضغط على محور الباك بعد كده طلب مني ايه سرعة اصطدام الكتلة المدلة بسطح الأرض واضح ان هنا الجسم نتيجة للحركة هو نازلة الكتلة دي نازلة وعندي المسافة طيب دلوقتي هنا البيانات اللي عندي هنا بدأت من السكون يبقى عن سفر بتسوي سفر وعندي فيه بتسوي اتنين ونص متر وعندي العجلة جبتها كانت 245 سنتيمتر على الثانية تربية عايزين سرعتها عند صفحة الأرض خلي بقى لك المسافة بالمتر هون هنحلها في صفحة ثانية كده نكتب كده يبقى البيانات اللي عندي بعين صفر بتسوي صفر وعندي فيه باتنين ونص متر اتنين ونص متر احولها لسنتيمتر بضرب في مية هتقبى 250 سنتيمتر وعندي العجلة جيم بتسوي 245 سنتيمتر على الثانية تربية يبقى هنجيب سرعتها عند صفحة الأرض يبقى القانون بتاع عين تربيع بتسوي عين صفر تربيع زائد اتنين جيم فيه بدأت من السكون يبقى دي بصفر يبقى عين تربيع بتسوي اتنين جيم بكم يا مستر 245 فيه بكم 250 طيب هنا اتنين في 245 بربعمية وتسعين يبقى عين تربيع بتسوي ربعمية وتسعين خلي بالك فيه 250 ممكن اكتبع عين تربيع بتسوي 49 فيه 25 فيه 100 هجيد الجزر التربيع للطرفين يبقى عين جزر 49 7 جزر 25 5 جزر 110 يبقى واضح انها بتسوي 350 سنتيمتر كل ثانية دي سرعة استضام الكرة بالأرض يبقى هنا المسألة بتاعتي زي ما شوفنا مع بعض عايزين سرعة استضام الكرة بالأرض طلعناها اللي هي طبعا عندي 350 سنتيمتر على الثانية زي ما شوفناها نشوف سؤال تاني بسرعة كده ونشوف هنعمل فيه جسم كتلته 98 جرام معلق رأسيا بحبل المثبت في صقف مسعد متحرك من السكون رأسيا إلى أعلى بعجلة مقدروها 70 سنتيمتر على الثانية من السكون رأسيا الأعلى بسرعة بعجلة مقدروها 70 سنتيمتر على الثانية وبعد مرور عشرة سوانية من البداية ان عدمت العجلة واستمر المسعد في الحركة بهذه السرعة لمدة عشرين ثانية أقرأ وبعد ذلك تحرك بتقصيد هي طبعا مسألة طويلة شوية فهي هاخد مسألة سهلة على شكل الوقت مش هيسعفنا فيها لها الحلقة الجاية بكرة هنا بيقول لي أثرت قوة قاف على جسم كتلته 3 كيلو جرام يتحرك بخط مستقيم مبتدئا بسرعة قدرها 2 متر على الثانية وكانت قاف بتساوي 3 على 2 عين زائد 1 هيسعين سرعة الجسم بعد زمن قدر نون متى تكون سرعة الجسم 6 متر على الثانية واضح أننا عندي قاف علاقة بين قاف وعين قاف بتساوي هنا 3 على 2 عين زائد 1 خلاص لكن أنا عارف أن قاف بتساوي كاف جيم بتساوي 3 على 2 عين زائد 1 أثرت قوة على جسم كتلته 3 كيلو جرام يعني كتلة الجسم 3 جيم بتساوي 3 على 2 عين زائد 1 التلاتة مع التلاتة خلي بالك معي الجيم دي عبارة عن معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن يعني أعرف أن ده العين على ده النون بتساوي 1 على 2 عين زائد 1 هكامل الطرفين يعني هعمل كده 2 عين زائد 1 هكاملها بالنسبة للعين بتساوي هنا تكامل الده لنون تكامل دي بيساوي تكامل دي نقرأ بقى المسألة مسألة لم نها بسرعة كده يابا هنا أثرت القوة قاف على جسم وكدته 3 كيلو يتحرك بخط المستقيم مبتدئا بسرعة انقضروها 2 متر على الثانية يعني السرعة الابتدائية 2 متر على الثانية يابا واضح هنا من 2 لعين من 2 لعين وهنا من 0 لنون فبيقول لي ايه متى تكون سرعة الجسم 6 متر على الثانية خلاص يابا هنا ممكن أقول التكامل من ايه كده نبدأ نكامل المسألة بتاعتي هنا المسألة هنا هكامل طبعا واضح ان هنا عندي أضيف للقص واحد وقس مع القص الجديد بقت عين تربيع زائد عين من 2 لعين تكامل تدال نون بنون تمام كده طيب ما هنا السرعة امتى تقبع 6 يقبع هنا على التكامل بتاعي يقبع نون بتساوي اللي هو عين تربيع زائد عين من 2 ل6 يقبع بتساوي دلة ال6 ناقص دلة ال2 نون بتساوي دلة ال6 يقبع 6 تربيع ب36 36 36 زائد 6 ب42 42 يقبع 42 ناقص دلة ال2 2 تربيع ب2 ب4 و2 4 و2 6 هطرح بقى هنا ال6 من كده بتديني 36 36 ثانية بواضح ان سرعة الجسيم متى تكون سرعة الجسيم 6 متر على الثانية بعد 36 ثانية طبعا اعزائي الطلبة احنا لمينا مجموعة كبيرة من افكار ولسه لنا نقاء غدا ان شاء الله هنبدأ برضو مفيش فكرة ناص انا نمتلك الديناميكة كلها وعدت جميع الافكار جميع امكانيات كل الاسئلة الممكنة في الامتحان يعني الامتحان مفيش فكرة برا لقلنا وممكن تكون مسائل بالنص من الالقلنا وإلى لقاء غدا ان شاء الله مع مجموعة جديدة من الافكار الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته